المساء الخير على كل السادة المشاهدين في داخل مصر وفي خارج مصر موعدنا معكم دلوقتي إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مطبخ نميسة والأفكار النميسة وزي المرة اللي فاتت كنت زي ما قلت لحضراتكو وأنا بحب أجمع الطلبات لحضراتكو بتطلبوها وعملها عملي وكنت نازلة للحلقة اللي فاتت بالبكاكين والقرس الطريقة دخلتها معاك وكنت عجنها زي كده وعملها بس الوقت قفل علي وما لحقتش بقى أقول الطريقة ولا أشرح للناس إيه أنا عملت إيه ولا كده يعني أنا دخلتها الفرن وخرقتها وما ننفحش بقى حاجة تعدي كده لازم كله أشرح كل هدفي إن أنا وصل لك المعلومة بمنتهى الوضوح بمنتهى الإتقان عشان تفهميني عشان يعني حتى المقادير من غير ما تكتبيها تبقى حفظها إن شاء الله معنا بإذن الله زي ما أنا دايما بقول لك هتعمل معنا حاجات حلوة إن شاء الله بإذن الله لو دلوقتي هعمل اللي هي اللي أنا هوى خلص عليها المرة اللي فاتت وأنا كنت لسه إيه ما عملتاش اللي هي إيه بس لي كده ليه القرس الطرية والبكاكين هنطلع من عجنة واحدة أهو أنا شغالة أهو بس دخلت عليها وأنا شغالة كده أهو هنطلع بعجنة واحدة حكتين اتنين يعني هنطلع منها القرس الطرية اللي هي دي والبكاكينة لسه هفردها معاك دلوقتي يعني دي القرس الطرية أهي بصي أيوة كده والعجنة اللي باقية دي أهي اللي باقية معايا في العلبة اللي أنا هعجن فيها أهي هطلعها هنا برا اللي هي أعمل منها أهي بصي مختامرة ومتشبكة وخيوط وكل حاجة التخمير بتاعها ممتاز مية في المية والمقادرة اللي هيقولها لحضرتك دلوقتي مظبوطة بسطنتي يعني اهي تطميني انت هتعمل لي حاجة مظبوطة ان شاء الله بإذن الله دول القرسات بس بتوعي كده عملت هعجن العجنة الأول ودخل دول الفرن قدام حضراتكم بس اهي هدها خرم صغنطوت كده فأنا ما عنديش دلوقتي حاجة هخرمها بسكينة كده القرس هدها خرم صغنطوتة كده اهي خرم كده اهو واضحة جاية وهروح بقى اهي هروح بقى على الفرن تمام اهي دخل الفرن بقى تحت تاخد اللون من تحت شوية يبقى اهي عشان الفرن يبقى سخن من تحت شوية كده عليها حلو وبعدين اخركها فوق تاخد اللون من فوق هقفل بقى كده وهنبتدي بقى نقول اهي الطريقة والمقادير بالتفصيل يعني وهعيد تاني وانا شغالة برضو زي ما انا معاودة حضرتكم معاي المقادير عبارة عن كيلو دقيق يعني كيلو دقيق ده اخد ربع سامنة كيلو دقيق اللي هو كوباية سامنة كيلو دقيق ربع كيلو سامنة اللي هو كوباية سامنة معلقة كبيرة خميرة معلقة صغيرة ملح معلقتين كبار سكر او معلقة هو السكر بي حمره وبالده طعم حلو انت بتاكل بقى بجبنة بعسل اللي يعجبك يعني مبروك عليك اللي انت عايزة تكلبيه تكلبيه في اي حاجة يعني مسكرة حد قال لي يعجبك يعني ونعجم بقى نحط اللبن الرايب ده هنحط شوية وبعدين نكمل بشوية ماء انا دلوقتي اشوف ما عنديش لبا الرايب اعمل ايه ما عنديش لبا الرايب اجيب اللبن العادي وحطه بره التلاجة يبقى ايه ادفية تدفية بسيطة كده واركنه على المطبخ من فوق واسيب وهو هيروب تاني يوم هتلاقيه تخن شوية كده دخليه التلاجة بقى عشان يروحته تبقى حلوة وكده خلاص بقى لبا الرايب تمام وهاجن هولي عاجنة قدام حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم انا بعمل كوبي طبعا وهو ايه يعني ما بكطرش في العاجن هنا بس بعمل لكو قبل الهوى وبدخل الفرن مع حضرتك كده ونحط ايه قادي كيلو دقيق وقادي السمنة عليها ايه بسنا مسخنا السمنة مسياحاها سياح السمنة كده اهيه في الاول خالص تمام بسم الله الرحمن الرحيم مسياح السمنة وقادي الخميرة بتاعتنا اهي كلها بس لما الجو بقى يبقى عامل معاك يعني ايه لما الجو يبقى حر ما تحطش خميرة كتير قللي في الخمير شوف بس هنا ايه ده في الفل بس علبة التاول الجديدة اللي الانسة وقاعتها المرة اللي فاتتو عملت بصيلها برضو النهار ده برضو وقادي المال اشيل دي بس عن النار عشان ما تصخنش اكتر من النازم اشيل المعلقة دي عشان اعجل بداية وقادي اللبن الرايب بس مش هحطه كله طبعا لان انا اقيل لحضرتك ان انا باعمل كوب هنا وقلت لحضرتك تروبه في البيت ازاي وقادي الماء لو احتاجت ماء لازم طبعا لازم احط لها شوية ماء لازم احط لعجلها شوية ماء كده اهو بصي هتعز شوية برضو يعني انا زبطة ايدي عشان انا متعودة على في الشغل كده يعني حضرتك بقا بالروحة واحدة واحدة على نفسك في البيت وما تكتريش كله دي ايه ده هيعمل لك كمية حلوة والله يطلع لك كتير يعني مش شوية كده حط شوية ماء على قدي العجنة بالزبط وما نعجنش اللي انت فيها كتير العجنة دي عايزة تبقى نفرولة زي الفطير كده تمام ما شيل الازز اهو كده علم العجنة على طول كده في ايد بتعرف ان هي ان شاء الله نكحة باذن الله معاكم وانت بتعجني كده ان انت ايه هي بتلمي على نفسها كده ما بتشبطش فيك تبقى عجنة حلوة ان شاء الله باذن الله كده بسم الله الرحمن الرحيم بص يا شابة تشت الجوانت شوي عشان كانت لسه فيها ايه المية واللبن اهي بص طلعتها من الجوانت خلاص خالص مفيش حاجة اهي تمام يبقى اول تاني وانا شغالة كالو دقيق عليه معلقة كبيرة خميرة عليه معلقة صغيرة ملح عليه معلقتين سكر عليه بقى كباية لبا راي بكبايتين براحتك يعني حسب حجم الكباية اللي عندي يعني قولي ربع كيلو لبا راي اهو قد العجنة بتاعتنا ايه خرجناها اهي كانت في ايه دا اهي بص قد العجنة اللي احنا لسه عجنينة مشبطة ازاي هي تشبطة دي بتبقى عاملة زي الفطر عشان هي فاسمنا التانية بقى اللي انا ايه عجنة واختمرت اهيه يعني دي اللي لسه عجنة ودي اللي هي ايه اختمرت ابص بص علي في الفرن بس ما شاء الله عليهم دا هحمروا هم تحت سنة يعني بس مش اوه طلحها بقى شوفها من تحت كده اهو حمرت من تحت وبقت جميلة طلحها فوق سنة يعني مش عايزة اهي كده باينة ولا اقفل اهي لسه برضو ايه هدخلها هتكمل سوا في الفرن بس تبقوا تفكروني يا جماعة بالله عليكم ما تنسوش ايه دا اهو فكرني انت يا ابني اللي واقف فوقي ماشي ابقى تنس يعني هارجح تاني العجنة عجنة اه وقادي العجنة اللي هي مختمرة هعمل منها دي بقى انا القرس دخلتها الفرن هوريك تعملوا القرس ازاي ويتطلع الباكينة ازاي من نفس العجنة همسك العجنة بتاعتي كده اسيبها بس تستريح حوالي نص ساعة نص ساعة مش كتير يعني امسكها كده واعملها كورة حوالين بعضها كده بالراحة كده اهو كده معنا مين يا استاذ محمد حج احمد اهلا وسهلا بحضرتك يا حج احمد اهلا بيك اهلا 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 تليفونك يا شيفة عاوز ايه اهلا نمرة بتاعتك تليفون بتاعك تليفون ايو اوكي حاضر هتدولك في الكنترول ان شاء الله باذن الله نورتني حج احمد شكرا جدا لاتصال قطعنا ها يا جماعة قطعنا يا جماعة ها دي الكبيرة شوية دي هتبقى البكاكينة اللي اصغر منها شوية دي هتبقى القرصة وهاركي تعمليها ازاي برضو اشيل عجنات على جنب هنا كده اهو بص بص ايه محدش فكرني اه بص ما احد يقولي حاضر يا شيف حاضر من عناية وبعدين ما حادش يفكرني ولا كأني قلت حاجة بصوا يا ايه بص كده بص شكلها جميلة ازاي ايه شكلها حلوة الله بس انا خايف اسيبها سنة يعني ايه اه لا ايه بقى حمرت خالص مش هينفع ايه شكلها حلوة كده ولا ايه بص الظهر الله جميلة والله بص الظهر بتاعها هيلة صح? ماشي هيلة يعني اجيب المردنة بتاعتي معنا مين? استيزة محمود اهلا وسهلا بحضراتك استيزة محمود صباح اخير يا شيف والله نور عليك على الهورة اللي بتعملها دي والمعجنات استاذة في المعجنات ربنا يخلى حضرتك استيزة محمود نورتنا والله اهلا وسهلا الله نور عليك يا شيف والله واحنا بس بنكلمك عشان نشكرك على انت بتعملي ده وبترجعني للزمن الجميل ربنا يخليك يا استيزة محمود احنا كلنا يعني قدام قدام يعني احنا اللي مالوش ماضي مالوش حاضر على فكرة اهلا وسهلا بحضرتك استيزة محمود ما لكش ايه سؤال بقى? الله ينور عليك. ربنا يخليك استاذ محمود شكرا جدا اللي زوق حضرتك. شكرا. كده يا جماعة اللي انا بفردها دي ايه? البكاكينة. اشيل القرص بقى? ولا ايه? اشيل. اشيلها. اشيلها. ماشي. ماشي. تعالي هنا. اهم القرصات اهم. وهجيب بقى ايه السوجة بتاعتي? غطس بس. غطس. غطس صغير كده. اللي انا هفرد ايه? البكاكينة وحطها عليها. تمام? انا بفرد اهو بادي من غير مردنة ولا اي حاجة. اهو كده. واشيلها حطها فين بص اهو. سهلة سهلة يعني. كده اهو. باديك بالمردنة بقى اللي انت عندك في البيت استخدمي. لو ما عندكش مردنة برضو اشتغل باديك عادي مفيش مشكلة. انا معاين مردنة اهي? بس ايه قلت افرد واحدة كده ايه اشجعك يعني. كده. اهو. ماشي يا جماعة واضحة الفكرة يا جماعة. اهو. هفرت كده بالمردنة بقى كده دي. عشان ايه? اخلص بس. يعني عشان الوقت. استاذة هاجر. اهلا واسهلا بحضرتك. استاذة هاجر. اهلا وسهلا بك يا سيف. ازيك يا حبيبتي قلبي. عامل ايه? اهلا انت عامل ايه? الحمد لله يا حبيبتي في نعمة طول ما حضرتكو بخير انا بخير. شكرا على المعبدالات الجميع اللي بتعمليها دي. حبيبتي ربنا يخليك الشكر لله. تفضلي بقى معانا. انا عايزة عارف عجلت البزان سمحتي. حاضر عناية الاتنين. من عناية ربنا يخليك يا حبيبتي قلبي. نورتين. تمام كده يا جماعة? ادي اتنين هم. هدخلهم فين? هدخلهم الفرن اللي هي ايه البكاكينة. بعد ما عجلنا العجينة وطلعناها او سيبناها استريح نص ساعة. بعدين فردناها برضو بالشكل ده دي البكاكينة. ودي القرس اللي طلع منها قدام حضرتك واريك تعمل القرسة ازاي? هشيلا بس ادخلها الفرن. هحطها تحت بس. شوية. وبعدين ايه? اه طلحها فوق. تمام? حفلت كمان واحدة ايه? او واحدتين كمان اهو كده. معاكو برضو اهو عشان اوريكو تاني يعني. تمام? والاستاذة اللي اتصلت عايزة ما ادري البتزا. البتزا سهلة جدا جدا مفيش اسهل من كده. واستاذة سلوة طيب. واستاذة سلوة اهلا وسلام بحضرتك. ازاي حبيبتك عامل ايه? ازايك يا حبيبتك قلبي عامل ايه? ربنا يخليكي. اتسلام ينورتيني نهاري. اه والله ده احلى ايام. معايا ولا مش معايا ايه احلى ايام. اه والله احلى ايام فعلا والله تسلم يديكي حالا. ربنا يخليكي يا حبيبت قلب. ربنا يخليهم لك يا رب وبصي وما تشوفيش اي حاجة وحشة فيهم. ده الناس القديمة دي هي اللي بتحل الدنيا يا جماعة والله والناس الكبيرة كده. اه والله اه سبعا. حبيبت قلب ينكيش اي سؤال? يا حبيبت الله يا حبيبت الله. ربنا يخليكي نورتيني حبيبت قلب وشرفتيني. اهلا وسهلا. هشيل دول هنا يا جماعة كده. القراص الحلوة دي. اهو. كده. بسم الله. هحطهم بس قدامي كده. عشان ايه? بص هحط بقى هنا ايه? كده. ادي واحدة. البكاكينة برضو. بصي. اه زي مامتك ما كانت بتفرد زمان وكانت متمكنة في المعجنات زي كده بالزبط. اهو. ودي التاني. هاخطهم ادخلهم فين? هي لحطة العجنة دي لازق فيها مشروة دي السيب. احنا كده عملنا ادي بكاكين واللي جوه بكاكين. لسه نعمل قراص بقى. تمام? اهو. هنحطهم حتى دول فوق والتانين تحت بس يفكروني ها? قللي حضروا بعد كده ما تردش. هنطلع بقى ايه? القرص منها نفس العجنة هنطلع منها طلعنا منها البكاكين هنطلع منها القرص. نفس التكويرة برضو. نفس التكويرة ايه? حاضر حاضر. نفس التكويرة ايه? هحطها قدامك كده. ادي القرصة. كورتها وحطيتها هاي. اهي جاية. ها. يلا. يلا بينا. يلا بينا. اهو. كده. اهو كده. وابطت بقى ايه? هبطت القرص كده اهو. بس القرصة ببطتها ازاي? ببطت من نص واسيب الحرف عالي شوية. ببطت من نص واسيب الحرف ايه? عالي شوية. تمام? كده اهو. القرص بقى سيبها تستريح ايه? على الصوجة بتاعتها شوية. ما دخلاش الفرن على طول زي البكاكينة. تمام? اهو. يبقى انا عملت ايه? عملت العجينة وبعدين استمتها ونص صيد. ادي القرص. ماشي. ابص بص على الفرن. مصافقت. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا. اهلا وسهلا. سهلا بحضراتكم. اهلا. اهلا وسهلا. سهلا بكل شرحتي. يا بصي ده حاجة على دماغي والله. ينورتين. تسلم ايه تسلم ايه بس ما عاليش نزليلي المجادير من تاني وشرحيلي ان زاعمت البكاكينة يعملها موت. عايزة تعمل لي البكاكين? اه. عناية لتنينها مصفرة. ايه رايك تيجي تكلم لحنا عاملنا بقى مصفرة. يا رايي. ايه تبعتيهم لي. تشرفيني والله واتنوريني هنا في الاستوديو يا مصفرة. والله يتسلم داكي فعلا انت انسان ازوج وانسانك كويسة جدا. حبيبتي ربنا يخليكي. حاضر من عناية لتنينها اشرح لك تاني الطريق. انا بطلق منيك السبوع اللي فات قلت لك عنينا المغبوظات كلها الفلاحي. ربنا يخليك ده انت منورة لي الحلقة والله يا مصفرة. قوليني بس الموعد جدا بتاعك البرنامج عشان انا انتبعكي. حاضر المخرج سامعك هوا المصفرة وهيوصل الى طلب حاضريتك للإدارة ان شاء الله وهنبقى نزل المواعد بالزبط بالزبط وتنوع على الشاشة ان شاء الله وانا موجود. ان شاء الله بازن الله مصفرة ونورتيني واهلا وسهلا بيك وكل الناس اللي بتتفرج علي وكل اللي بيكلمون. اهلا وسهلا. هبص بص على البكاكين عشان ما انسهاش. ايه? هطلع بس كده دي. هطلع دي فوق ونزل دي تحت. ها. ماشي. 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 يبقى انا هقول تاني هوا عشان خاطر اختنا العزيزة اللي اتصلت بنا دلوقت. احنا عملنا تبكاكين والقرس الطريقة. كالو دقيقة. معلقة صغيرة ملح. معلقة معلقة كبيرة سكر او معلقتين. معلقة كبيرة خميرة. كباية سمنة. عليها كباية لبا ريب او كبايتين. عليها تكمل العجين بمي. وبعدين تعجين العجين الحد ما توصلها للمرحلة دي. وبعدين تكوري كور. وبطتيها ارس زي دي كده زي ما انا بطت طورتها لحضرت. وبعدين تبطتي النص التاني بقى. يعني اسمها نص النص بكاكينة ونص ارس. واضح الكلام ولا اقول تاني. تمام. امو انس اهلا وسهلا بحضرتكم امو انس. اهلا فيك. اهلا اهلا. اهلا وسهلا يا حجة. اهلا يخليك يا عايز اركم حضرتك. حبيبتي من عناي لاتنين حاضر. تنورين يا حج. الله يخليك. عايز اركم حضرتك. حاضر يا حبيبتي من عناي لاتنين. نرجع لتكنترون وما يدوه يا حضرتك. هنعمل بقى دلوقتي ايه? هنعمل مسحب الفراخ. فان مسحب الفراخ ده لازم تكون ايه? هلبس بس ايه. وانا بتكلم كده. هلبس فردة الجلافزي التانية. وما سهونش يا جماعة. انت يا اختي اللي عملت اتحكين. بتقولي للفرن. اعملينك كده. مربح كده. هاعرف النوال فرن. ها? هقول. هقول. ماشي. بيقول لي اقول. مش همك يعني. اقول. ماشي. لا مش اقول خلاص متخافش. هنعمل دلوقتي بقى ايه المسحب. المسحب ده سهل جدا. انت بتعمليه بقولك الفرخة المسحب. لازم تشلي منها العظم. ما انت بتشلي العظم بتيري الفرخة. بس اللي يعجب حضرتك برضو يجي على هواك. النهار ده قلت برضو. احنا ممكن نستخدم الوراكة عادي خالص. ما فيش اي مشكلة فيها. ان احنا نعملها ايه زي المسحب كده عادي. التدبيلة بس هي اللي بتفرق. ما فيش حاجة بتفرق بين الفرخة والوراكة اللي التدبيلة بس. وان انت بتشلي منها العظم. بس هلقس هروح لقيت العظم هي. هتشليها هيبهدي لحاجة معاك مش هتبقى حلوة زي ما انت حطها كده بخير. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك ام محمد. اهلا وسهلا. هلو. اهلا. ايوة اهلا وسهلا بيك. اهلا سمعت امكم اعرف ايه يا عيش الصرايا. عايزة حضرتك ايه? عيش الصرايا. حاضر يا حبيبتي انعنالي اتنين ده سهل جدا. حاضر منعنالي اتنين. ايه خدتي انا ما معرفش اعملو. ده حبيبتي نورتيني النهار ده في البرنامج وتفرج علينا على طول. وحضرتك طيبة وبخير يا رب. وحضرتك طيبة يا رب. وكل اماتنا طيبين. وكسانة سعيدة علينا. وكل الناس في خير. وفي سعادة ان شاء الله. والحمد الله العاصفة اللي فاتت دي عدت على خير. وكلنا بخير ان شاء الله. وربنا دايما يجعلنا بخير يا رب. هتكلم بقى عشان المخرج هيضربني. هتكلم على المساحة. المساحة بسهل جدا. انا جبت الوراك زي ما قلت لحضرتك ايه. ودايما انا بعمل ايه? قولي القعدة بقى. قولي. اكد حفظتي. الخضار بيعمل ايه? بيكتر في الكمية. ووافر في الميزانية. وبعلل كمه الغزائي. عملا تقول لي. تلات. بيكتر الكمية. وبوفر في الميزانية. وبعلل كمه الغزائي. دايما بحشرولك في كل الاكلات كده. يعني اي اكل هتلاقينا حشرلك معي شوية خضار. ما هتخمسي بيهم بقى انت والعيال. وما لا هتاكلوا ايه. لازم حاجة مع حاجة. تمام? قدل براك بتاعتنا ايه? سهله خالص. وهعمل لها تشريحات بس كده ايه? يعني ايه? شكل كده بس حركات يعني. فهمني? حركات بس كده. هجب منديل بس كده اهو. بسم الله. همسح بيه البلانشة بتاعتي كده. واي حاجة تقعمل فراخة مسحها بيه. اهو كده. واقطع ايه? اقطع شكل بس في الفراخ كده. هي التدبلة بس اللي بتختلف. هي كل عشتنا يا جماعة اغلبية الاكل فراخ. محدش في ما عنده كله بيأكل فراخ. مفيش حاجة اسمها مفيش فراخ. كله بيأكل فراخ. وبيأكل ايه? يا فراخ يا لحمة. هي الاكل كله اللي احنا بنعمله والتجهزات اللي بنعمله احنا وجميع الشفات في اي اي قناة واي مكان. ايمة على ايه? ايمة على الفراخ واللحمة. بس. استاذة هاجر اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا سيد. ازايك يا حبيبتي قلبي عاملة ايه? حضرتك عاملة ايه? الحمد الله في نعمة والله اهلا وسهلا. وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وكخير يا رب وسهنا سعيدة عليك وعيد ام سعيدة علينا كلنا. الله يخليك انا عايزة طلبين يا سيد. اتنين? اه. انتي داخلة جامده اوي يعني. اه. اتفكيز. عايزة طريقة الحواج للبنى دي وطيحة القرس المشمر وينسون. عايزة القرس. ما ايه نفس الطريقة دي. القرس المشمر وينسون نفس الطريقة اللي انا عاملها دلوقتي دي. بس هتحط ايه شمر وينسون في العجينة بس. بس محدش فكرني. بس يلا بقى مش مشكلة. حصل خير ومحمره شوية بس مش مشكلة. حلوين. حلوين برضو. كده ايه? هشيل بس ده من قدامي كده. اهو. محد حتى قلي حتى الفرن يا شيء ولا مربع ولا قلب ولا حامل. ولا اي حاجة طيره حتى كده. طيب ماشي ماشي يا استيز محمد ها? هناخد بقى هنا ايه? نتبل شوية الفراخ بقى الوراكل اللي قدامنا دول. نتبلهم بمية بصل كده. هجب بس البولة دي. هم. تعالي. ادي تلبيلة بتاعتنا بتاعت النساحة بقى. اوكي? اهو. احط بقى ايه? شوية بصل حلوين كده مبشرين. بالمية بتاعتهم كلهم كده مش مية بس. لا بالمية بالبصل كله على بعضه كده. اهو. وشوي الطماطم او مي الطماطم. اهو. لو ازل منك حتة عادي مفيش مشكلة يعني كلها تروح مع بعضيها. وقادي معلقة صلصة. على يوم كده. كل التدبيلة على بعضها كده. انا حطيت عليها وانا وانا برش على دلوقت الفراخ. رشيت عليها ايه? السماء والملح والفلف. تمام? هحطي تاني شوية كمان اهم. اهم. هأ حيق الفرخ كويس كده. استيز وليد اهلا وسهلا بحضرتك استيز وليد. اهلا Hoover. اهلا بحضرتك اف prevail. اهلا اهلا. من قلت لحضرتك سؤال بس. اتفضل طبعة. حضرتي جبت اسم البكاكين ده منين بقى? بقى اقول لي حضرتك بقى ده سؤال وجيه يا استيز وليد. سؤال وجيه هو الله من حضرتك. نورتني يا استيز وليد. اي سؤال تاني اان ارد على حضرتك حال. شكرا جدا لحضرتك استيز وليد. سؤال وجيه يا جماعة زي ما احنا كده اي يعني الشعب المصري ده بص لماح لماح ماشي اشهدونا لا اله لالله هحط بس بقية الحاجات كده وارد على الاستاذ وليت اهو كده هحط حاجاتي كلها عشان التدبيل اللي هتستنى دي هعمل فيها ايه هحطها حشرة في الخضار تمام اهو كده بسم الله هرد على الاستاذ وليت حالا وعلى كل الاسئلة اللي جات لنا كده اهو جماعة بص التدبيلة ورحيتها بقى ايه رحيتها بص ما شاء الله عليها هنا في الاستوديو ايه هحطها حلوة اول نقصة ايه بقى نقصة كده ايه عصرة لمونة برفع عليك شو المخرج بتاعنا مسحصح ازاي اهو كده عصرة اللمونة كده مع الحاجات دي اهو بسم الله اهو يلا يا ابن وهرد على استاذ وليت حالا هقول له بعد مش اسمها البكاكين بس ده اسمها البكاكينة في بلاد واسمها تاني رؤاء اللي هو الفلاحي في بلاد انا مبرزاش اقول رؤاء اللي ايه عشان الناس هنا واخد ان الرؤاء اللي هو الكبير ده اللي احنا بنفرده اللي بيبقى رؤاية ده لا دي اسمها البكاكينة في بلاد وبالذات خصوصا فين يعني في اسكندرية وبحري كده بقوله بكاكينة اه في بلاد تانية في الفلاحين بقوله لعليه الرؤاء اللي هو رؤاء بلدي بستمنى والايه واللبن الرايب يعني والاشطة هم عندهم واشطة وحاجات من دي في بلاد تانية لها اسم تاني برضو هافتكروا ان شاء الله باذن الله اقوله لحضرتك كمان اهو كده بحنا عملنا ايه تاني حطينا سماء تابلنا الفرخة بسماء وملح وفلفل اسود وبعدين حطينا بصل يعني بصلتين قطر البصل حلو عشان العيال ايه يبقى هادين وقاعدين حلوين كده ملوش منشكل معاك في البيت وندخل جوه الحتة دي كلها كده وحطينا بصل مبشور وطمط المبشور تمام وهاجب بقى ايه التوبل بتحتي الخضر بتاعه اهو هنزله كده ايه هنزل حاطر حاطر هنزل كده هاخد الخضر بتاعك كده هنزله فين الخضر كله كامل تمام اهو انتي بقى عايزة تحط جزر كوسة براحتك اهو يعني انا بحط ايه اللي هو متواجد في اي مكان اللي هي ايه البطاطس انتي بقى عايزة تحط كوسة براحتك عايزة تحط اي حاجة جزر برضو براحتك تمام اهو كده هنقول بس الفراخ بتاعتي طلح هنا مكان الخضر وقلب الخضر فين في التدبيلة الحلوة الجميلة اللي ريحيتها طلع ايه بص مخليها الجامعة هنا بص مش طاقين للاكلة بصراح مش طاقين بص ده حاجة صح كده اهو ودي قرنفلفل معها حامي اهو انا قلتلك المرة اللي فاتت تحط حامي عشان ما يكلوش كتير عشان يوفروا يعني ايه كلو توفير كلو توفير كده وهجيب الصينية بتحت احط بس ايه شوية زيت كده بسيطة او سمنة او زبدة اللي عند حضرتك يعني واحط الخضر هنا تحت كده اهو في قلب الصينية احط كده الجنب التاني اهو كده اهو بصي ما تخليش حاجة في البولة لحسيها يعني ها لحسيها يعني ما تخليش فيها حاجة خالص تمام اهو كل الخضر بكل التوابل اللي عليه كلو بص شكله حلوي ازاي الخضر هيبقى احلى من البطاطس والله ده هتكليه قبل البطاطس ان شاء الله ودي القرنفلفل عشان المخرج بتاعنا بيزعل من الحراء واستاذ زينب اهلا وسهلا بحضرتك واستاذ زينب معلش يا حبيبتي معلش تكلمنا تاني انا قسها لكي جدا اهو كده وهروس بقى الوراك بتاعتي ورا بعض كده مش شكلهم حلوي ازاي وطبعا انا ما بسيبش حاجة اهو اللي نازل منهم في الصينية عليهم كده ممكن تحطي ورقة قلونية تحت مش عايزة براحتك يعني بس انا مرضيتش ايه هو في الناس هتعلق على الاولد ايه مسحب يا شفت او مسحب ده يعني ايه يعني تسحاب العظم من الفرخة والله ما هيجراله حاجة ده العظم يعني ايه بديكي طعامة كده في الاكل خلي بال يعني هي انتي براحتك عايزة تسحابيه وتشد منه العظم برضو براحتك عايزة تعملها كده برضو براحتك تمام؟ هناخدها ندخلها فين؟ ندخلها الفرن اهو على فرن الحرارة درجة حرارة عالية اقلي حاجة عندي انا معالياة هنا في الفرن اوكي؟ قفل هم؟ قفلي حاضر هقفلت اهو هشيل بقى دول الجميع من قدامي كده انا عايز اعمل حاجة كمان والله بس اه اهو عايز افرد دول انا وديت المردانة فيه عايز افرد دول كمان ودخلهم الفرن عشان دولوح مره او انا بحب الحاجة يعني ايه كل حاجة في القنون بتبقى حلو كده وحطهم هنا هفرد دول ودخلهم يعني هي عجينة القرص وصلت المعلومة بس هي عجينة القرص هي عجينة الرؤاء هي عجينة البكاكين اللي الاستاذ اللي كان بيسألنا جبتي الاسم ده من ايه اهو كده ادخلهم الفرن دول فوق مع التانين يعني ايه اسوبهم الحمروش عشان نحطهم مع الحمرو قوي دو والله كلهم حلوين وكلهم عروم احمر وحلوين بس ايه زيادة الخير ايه خرية هنعمل بقى دلوقتي حاجة تالتة خالص بقى حاجة نحلي بقى ما احنا عملنا ايه صنف فراخ بس هلين من الحاجات القدام دي اهو كده عملنا صنف فراخ ونعمل ايه حاجة حلوة معاه اوكي ليه ايه هنعمل ايه تمام اي اشي في كنافة المج دي حاجة جديدة يعني اول مرة اسمع بتقولي عليها ولا اول مرة اسمع حاجة سهلة يعني انا بعملها عش وبعملها مستطيلة وبعملها دايرة وبعملها في الصينية بالاشطة وبعملها حاجات كتيحة بس انا الطريقة دي شفتها بصراح انا شفتها بصراح مش انا مخترعة شفتها وعجبيتني قلت ايه اواريها لحضراتكم هلو اهلا وسهلا انا عبد الله مش امه عبد الله عبد الله أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً الحمد لله أهلاً ولاه إيش ربنا يخليك أستاذي عبد الله ما إشبتني selfish الحلقات اللي خاتت هنا أستاذي عبد الله لا طبعاً وأشفتك بس حاولاً آت plan معاك لمكلمات كzzleك كة كتير ما عليش يا أستاذي عبد الله أنا أسفلك جدًاِّ جدًا نورتيني والله أحبك أي أهلاً أتيني ربنا يخليك أستاذي عبد الله أنا إنا كمان بحبك أigi عavasبتك عندك كم سنة؟ أنا عنده 14 سنة ما شاء الله عليك ربنا يخليك له أجازة طبعاً أجازة كله وكله وأعمل لي هايز للأجازة صح؟ أيوان ماشي يا عمي ربنا أجعله أجازة سعيدة يا رب سمحتها شيء ممت بس عادة تهلي المقادير تاني حاضر من عناية لتنين أقولها المقادير تاني حاضر يا أستاذة عبدالة نورتين يا أستاذة عبدالة نورتين شكراً جداً لحضرتك أستاذة عبدالة ما حتتش يا جماعة ولاك خلاص أنا حتت خلاص كنت عايزة أحط لها رشة إيه؟ رشة باقدونيس معلش 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 حصل أنا بحب الإتقون معلش رشة باقدونيس بس إيه؟ على البطاطس بتاعت الفراخ رشة باقدونيس بس معلش خلكوا إيه؟ عشان أنا بحب الإتقون شوية أحطها تحت كده جواف الجناب بس كده رشة بسيطة كده أهو في الجناب حاجة خاضرة كده يعني إيه؟ تكسر اللون وشوية ماء الطماطي ما هي معها كمان تكسر اللون بس أقلبها بقى جوا البطاطس مع البطاطس تحت مش مع الفراخ فوق كل ده خضار كل ده مفيد كل ده إن شاء الله بإذن الله بإذنك إنت يا رب الطريقة دي هاي اللي هتعجب حضرتك جدا جدا أهو أخذها تاني أدخلها فيه؟ أدخلها الفرد تمام؟ وخليك فكر بقى إياك تنسى المراتي حال ده تحذيرها ما فيش ثلاث دقائق دقيقتين اعتبر ده تحذيرها هنعمل بقى جبت الكنافة هاي بتاعتنا هنطلعتها دقائق تعال نشيل دول بس كده استاذ محمد استاذ محمد احنا بنجيب الكنافة هاي النس كيلو كنافة تمام؟ ونيجي مسكنه ايه مقطعينه بأيدينا كده مش بكبه زي يعني متبقاش نعمة أوي يعني متخلاش نعمة أوي اهو كده اهو كده اهو كده اهي بسم الله نقطعها بقى كده فيها اصرار النهار ده وحاجات حلوة هتعجب حضرتك ان شاء الله يعني نص كيلو كنافة اهو بإذن الله تعيك بحاول الناس اللي بتسأل على العادة وبتسأل على المعدة ان شاء الله هنزلوك على صفحتي في ايه صفحتي الشفي ايمان ابو العلم بالعرب ويرد يا جماعة تبوني على اليوتيوب اليوتيوب علي حاجات حلوة كتير جدا انا عاملاه قبل كده جميلة جميلة حلقات في قنوات تادية وحلقات هنا في يعني كده يعني زبطوا الدنيا شوية معاي وهجب هنا ايه السري بقى ايه النهار ده الجديد في الكنافة بتاعتنا بتاعت المج دي ادي السمنة بتاعتنا لها نص كيلو عليكم بايت سمنة ادي السمنة بتاعتنا حطيتها علي ايه احنا منحط عليه دايما السمنة وايه ومنحط عليه سكر بضرة لا النهار ده هحط لك معلقتين ايه معلقتين عسل من دي كده اهو عسل تقيل من اللينا عاملاه بتاعة الكنافة اهو كده في قلب الكنافة اهو في قلب الكنافة ما تقيل ايش تلات معالق كمان اهو مش اتنين تمام وهجب المج بتاعي طبعا كلنا شايلين في الصفرة في النيش قصدي المجات اللي زي دي الصغير والكبير انت عايزة تعمل الحجم الكبير ده براحتك او عايزة تعمل الحجم الصغير ده ايه برضو براحتك مبروك عليك اللي يعجبك والفضلي اعمليه تمام هلبس بس جلافز جلافز من هنا او تعال يا ابن اي حاجة انت ما بتحبهاش ما بتحبكيش على فكرة انا ما حبش الجلافزات دايما انت تهمني وانا وقف عشان انا ما حبهاش تسمي كاي ها تبا بتحكي ولا حد فكرني ولا تلات دقيقة عاد خمس دقيقة عاد مش تلات دقيقة ماشي يا عمي ماشي اهو اطلق دول انا هم مصغيرين شوية عن التانين عشان انا كنت عشان انا كنت عاملاهم بقرس مش هينفع الكلام دي على فكرة كده اطلعت الفراخ فوق لا استاني او سوان ما هناخد بقى اكمل الحاجة اللي انا بعملها دي كده اعمل كده قادي الكنافة هنا في السمنة اللي انا نزلتها كده اهو بص الكنافة سمنة من الاخر الكلام يعني الكنافة سمنة نعمل بقى كده ايه هجيب الخلطة بتاعتي كان عندي شوية بلح كده في البيت على شوية جوز هند على شوية زبيب كله في التلاجة فروح تعملهم في بقى الطعام على بعض عايز اوارهم لحضرتك اهو بص البلح باين كده باين قطحته فتافيت كده اهو اهو دولكو نفايدين على شوية جوز هند على شوية زبيب كده يعني واجب بقى المج بتاعي اهو دي كنافة ايه كنافة المج بسهلة جيدا اهو كده هجيبلك عند الايه هاخد شوية كنافة حلوين كده وحطوهم تحت في المنق كده كده احط بقى نص تحت اهو معايا الكاميرا معايا اهو هتك عليها جمد لتحت كده اهو وحط لها حتتين ايه حتتين بلح من دول حتتين شوية سوداني بخمسة جنس ده انا هتعملين سنية كبيرة ايه هتبقى مية مية معاك انت عايزها كبيرة برضو زي ما قولت لحضرتك مبروك عليك عايزها صغيرة برضو زي ما قولت لحضرتك مبروك عليك وحط شوية تنين واضغط عليهم اهو وقلبها كده اهو ده نزلت نص ونص انا كنت حطت لها جايبة كيس انا عشان احطولها معايا كده بس مش عارفة حطته فين بصراحة يعني اه مالك خايفة متخفيف اهو كده بس نزلت ازاي هي تبقى كده هي تبقى بالشكل اللي قدام حضرتك ده متكببة كده يعني تمام هجيب الكيس بس اهو اي كيس بلاستيك عند حضرتك فاضي عشان ما ازهقكيش برضو يعني المشكلة لما تقابلني برضو هتقابل حضرتك في البيب كده هافتح الكيس نستين كده اهو واحط الكنافة جوه واحط الكنافة جوه اهي اهو كده واحط تاني ايه البلح بتاعنا جوه منها كده كده اهو كده مطلعة وقلبها كده تمام اهي واحدة كمان بقى ماشي اهو كده اخد كده اهو شوية كنافة هوم شوية كنافة هوم اعمل ايه اهو كده وافرد على الجناب شوية كده يعني اعمل لها حاجة عشان الحشو يبقى ايه مستخبي جوه تمام اعمل لها جناب كده جاية معايا اهو بعمل لها جناب اهي بص في الجنب كده قبل ما احط الحشو اعمل لها جناب كده هوريكي بس الطريقة اهم حاجة عندي المعلومة توصل لحضرتك عشان حاجات دي بتاعتي رمضان حلوة او ان شاء الله تعجب حضراتكم باذني وحط البلح في النص الزيبيب وجوز الهند مستخبي تحت البلح واخد شوية كمان اهو بس ادري على الحشوة بس اهو كده اهو وحطوهم هنا فين احطوهم في قلب المج في قلب الكيس كده وطلحوا اهو كده خلاص خلاص استاذ محمد ماشي ماشي متوطر ماشي وطلع بالكيسة اهو بالكيسة سهلة جدا اهه بص شكلها حلو ازاها تبقى زي الايه زي ما تكوني عاملها في كوب كيك كده بس دي بالايه بالمج ودخلها الفرن هي سمنتها فيها والمعلقتين العسل الاضافة اللي انا حطتهم لها دي حاجة جميلة جدا تعجب حضرتك ان شاء الله باذن الله السمنة فيها من جوه بص السمنتها فيها من جوه والمعلقتين العسل دول بدل ايه بدل السكر البودرة اللي احنا منحط واندخلها الفرن على درجة حررها 180 زي كيكة الفرن يكون سخن من فوق ومن تحت وبعدين وانا مدخلها طفي من فوق ايه شغال من تحت اشان تبقى بقى ارمش والشربات بتاعها برعا كبايتين سكر عليهم كبايتين مية عليهم عصر نص لامونة يغلوا ربع ساعة على النار او خليهم كبايتين سكر عليهم كباية واحدة بس مية عشان ما تطويلش معاك في الغلانة على النار عليهم باكو فانيليا عليهم نص لامونة يغلوا ربع ساعة وستة شر دياء على النار طبع اشوفه اللي في الفرن اشوفه اللي في الفرن ممكن كده اهو الفراخ لسه مستودش والله المسحبة يا جماعة بس هعمل ايه بس اهو كده بص شكلها عامل ازاي قبل ما تستويه بص شكلها بس الشكل كده بيتحدث عنها قبل ما تستويه دي خان بص شكلها حلو ازاي بص الورك اللي حمار شوية ده نطلحها هنا جنب صاحباتها كده ما هعمل ايه ودخل دي ولا سيبها هنا دلوقتي لما نختم وبعدين هدخلها الفرن وطلحها تاني قدام حضرتك على ايه على الصفحة ان شاء الله بازن الله نزليها على الصفحة يعني مش عارف اقول ايه بصراحة يعني مش عارف اقول ايه مخدش فرصتي وهنقدمها مع العيش اللي هو البلدي هنعمل يعني عيش البلدي من اي مكان هنقدم مع الفراخ دي بعيش تكليه بعيش تكليه بروز اللي اعجبك يا وقاد البكاكين اهي اللي كانوا قرص وحنا عملناهم بكاكينة نحطهم هنا مع دول كده تمام وحشل دي كده بس نختم حلقيتنا بس كده اهو والناس اللي كلميتني طالت سألت على حاجات النهاردة اه وانا مجاوبتاش معلش مزعلوش مني المخرج عمالي يقولي لازم نختم حالة انا ببقى نفسي اقعد معاكم بمدة اطول من كده نفسي اتكلم معاكم في كل الحاجات اللي بتسألوا عليا ببقى عارفها وعايز اقولها بس الوقت بيقفل عليا دايما ليه مش عارف الوقت بعدي مع حضراتكم الوقت الحلو بعدي بسرعة وهكمل دي سوا برضو وانزلها لحضراتكم على الصفحة وبحييكم جميعا تحيات لحضراتكم جميعا جميعا امان اول عينيه اشتركوا في القناة